سوق شعبي فوضوي للخضر والفواكه بحي المدبح ببلدية زمورة في ولاية غريزان يثير سخط واستياء سكان الحي والباعة على حد سواء نظرا للظروف الغير المريحة التي تميز هذا السوق والذي يبقى نقطة سوداء بالمنطقة حركت الجميع بهذا الحي للمطالبة بهدمه واستخلافه بسوق يتنسب والموقع الحضر لهذا الحي زمورة هنا يا أخو يا معنا نحن مرشي قاع كيف أهمني؟ عندنا مرشي تاع هربي وخطرة خطرة يجوا مردوك أنا كنت خدام خدار هنا تليه تحني يخدم في لافيراي جي هنا ينوري لك شوف بيبان شوف صوالح لأقال ما عنا شو هنا مرشي مك درام في الريح ورام مغبنا وخاصة محالات النور الريح الحية ما عندهم تاكش ومحتاج يتجاه هذا السوق مشكل من قطع البلاستيك والقماش لا يتناسب وطبيعة نشاطه ما زاد من متاعب الباعة والمواطنين معا هذا عدنا ألم غبنا مكلا وشو كتكين أحواني ثم أقوم برشاطنا كاين وعد ميتين وخمسي حانوت هذا ما تطلبش حاجة كبيرة بش يديره مرشي هنا راح تقول كل المواطنين هنا راح يطلعوا زوج كيلومتر فوق بش يجيبوا الماء ونتاحهم اي طاحته يطلع البلاد بناء سوق جديد بمواصفات تليقوا بالطابع الحضري هو مطلب مواطني هذا الحي هذا المنطقة احنا ما نشدد هدوز المصحاب المرشي هذا الفوضى وهذا أمي يصنعوا لأمي خيكين ناس يرفاس يعبدوها غيب الطرق ويدلوا لأخي يبنوا لهم مرشي نطلبه من المسؤولين أن يعطوا عناية باش يغيروا هذا المنظر لأن المنظر هذا رهم شوه المنظر نتاع الشوارع هذا وقدام السكان رئيس بلدية زمورة رفض التصوير لكنه كشف للشرق نيوز عن قرب تنفيذ قرار بهدم هذا السوق وفتح سوق جديد يتناسب وطموحات المواطنين فهل سيتحقق هذا الوعد قريبا؟ ترجمة نانسي قنقر